بسم الله الرحمن الرحيم أمر واحد قد يخرجك من الإيمان هكذا أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى انظر معي أخي الحبيب لهذا الحديث الخطير احفظه وتأمله ففيه علاج للهموم وفيه اكتمال للإيمان أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه صلى الله عليه وسلم للأسف عدد كبير من الناس اليوم غير مكتمل الإيمان بسبب أنه يتذمر من أي شيء يصيبه يقول لو أنني لم أذهب إلى هذا المكان لما أصابني هذا الشر فلان هو المسؤول عن هذا الشر فلان هو سبب هذا الشر كل هذا أخي الحبيب قد يخرجك من الإيمان وأنت لا تدري فقضية الإيمان بالقدر مثلها مثل الإيمان بالله يعني أنت إذا كنت تؤمن بالله يجب أن تؤمن بالقدر يجب أن تعتقد أن أي خير أو أي شر أصابك قد كتبه الله عليك وأن هذا الخير أو الشر الذي أصابك لم يكن ليخطئك ما معنى ذلك؟ يعني ليس هناك مصادفة في الكون أنا جلوسي الآن هنا ليس صدفة وكلامي إليكم هذا الذي أقوله ليس مصادفة وكل كلمة أنطق بها هي بتقدير من الله سبحانه وتعالى فالأعمال مكتوبة ومقدرة وكل ميسر لما خلق له طيب قد يقول قائل يعني إنسان مثلا يسرع في قيادة السيارة ويتهور ويحدث حادث مثلا طيب هل هذا قضاء الله؟ نعم أخي الحبيب كله مقدر ولكن يجب أن تفهم شيئا مع القدر أن هناك حرية اختيار القرار الله مقدر هذا الشيء ولكن أنت حر أنت يمكنك أن تشرب الخمر أو أن تقرأ القرآن يمكنك أن تذهب إلى المسجد أو تذهب إلى مكان ملها ليلي مثلا فأنت حر في المجمل العام كل شيء مقدر علي وعليك وعلى الكون جميعا لا أحد يخرج خارج قدرة الله وإرادة الله ولكن داخل هذه المنظومة الله أعطاك حرية الاختيار وهو يعلم ماذا ستختار وهو يعلم أنك سيصيبك هذا الحادث ولكن لماذا يجب على المؤمن تحديدا النبي يتحدث عن المؤمن لا يؤمن عبد الملحد ليس لنا علاقة به المؤمن يجب أن يعتقد أن هذا الشر الذي أصابه مع أنه هو سبب به هو سببه لنفسي يجب أن يعتقد أن هذا الأمر مقدر من الله لماذا لكي يرتاح نفسيا ولكي يتوب إلى الله ولكي يرتبط مع الله في كل شيء الله يريد منك هنا أخي الحبيب على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أن كل شيء بيد الله يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطك بالخالق مباشرة لا يريدك أن ترتبط بالأسباب الدنيوية لأنها ستتراكم عليك وستفكر كثيرا وستتعب وستنغمس في هذه الدنيا مادم تعتقد أن الله هو مقدر الأقدار وأن كل شيء بيد الله طبعا الإنسان لا يحب الشر يعني أنا أكره أن يصيبني حادث أو مرض ولا أسعى باتجاه المرض أكيد ولكن عندما يقع هذا الأمر أمامك أمرين لكي نبسط مسألة أخي الحبيب لأن البعض قد يستغرب من هذا الأمر وهناك أنا رأيت فيديوهات لبعض يعني الناس يقولون أنت من تصنع الحدث وأنت من تصنع كذا وأنت المسؤول وأنت 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 والله لا يتدخل كذا فسنفكر بهذه الطريقة وبهذه الطريقة يعني الأسلوب النبوي طبعا هؤلاء ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من غير المعقول أن النبي يقول هذا الكلام أنت ارتكبت حادث أو تسببت في حادث أو إلى آخره وأنت مثلا ذهبت وارتكبت الفاحشة كيف تقول أن هذا الأمر أصابني وهو مقدر وكذا فهذا الكلام يكذبونه سنفكر علميا أنت الآن ذهبت وحدث معك حادث وأنت طبعا أكيد أنا وأنت لا نحب أن يصيبنا الشر ولكن وقع الشر نتيجة إهمال أو نتيجة مثلا تقصير نتيجة خطأ بشري نتيجة ظرف معين حوادث كثيرة تقع وقع هذا الحادث أنت أمامك طريقين لتفكر بهم الطريق الأول هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتقد أن هذا الأمر أصابك ولم يكن ليخطئك هو مقدر طريق الثاني أن تعتقد أنت المسؤول وأنت تتحمل المسؤولية كما يقول بعض الناس طيب سنرى نتيجة هذا الاعتقاد ونرى نتيجة هذا الاعتقاد وأنت أختار ما تحب دعونا نبدأ بالاعتقاد الثاني الاعتقاد الثاني أيها الأحبة إذا حدث معي حادث أو مع أحد أحبه مثلا واعتقدت أنني أنا المسؤول أو هو المسؤول أو فلا مسؤول ما الذي سيحدث بعد ذلك أول شيء سيبقى الهم والغم والنكد واللوم سأبقى ألوم نفسي هذه الحالة هي ما يسعى له الشيطان لأن الشيطان يريد أن يعطلك عن الهدف الكبير أمامك الموت أنت أمامك لقاء الله الذي ينتظرك كل هذه الأحداث في الدنيا أحداث بسيطة تافهة أمام الموت أنا ينتظرني الموت سأفكر بأمور أنني خسرت في هذه التجارة أو أصابني مرض معين أو أصابني خسارة معينة أو سرقة أو كذا أو كذا طيب هذه أمور بسيطة أمام الموت الموت هو المصيبة الكبرى فأنا يجب أن أفكر بما بعد الموت هنا الشيطان يتدخل بكلمة لو لو أنك لم تذهب لو أن فلان لم يذهب وإذا بقيت تفكر بهذه الطريقة أولا ستحمل الكثير من الهم ستشغل وقتك بالتفكير ستلوم نفسك وربما تصل لدرجة الحزن والاكتئاب وستضطر تلجأ لفلان وفلان وفلان لمعالجة هذه القضية وكذا وبالتالي ستنغمس في يعني مستنقع من الهم والغم والمشاكل طيب ولن تجد حلا الاضطرابات النفسية معظمها متى تحدث عندما يكون لديك مشكلة كبرى لا تجد لها حلا لا يتحملها دماغك فيحصل انفصام نوع من الاكتئاب أنت أحسست بالضعف وأمامك مشكلة لا تجد لها حلا ولا تجد ما لتلجأ إليه فقط تلوم نفسك تلوم نفسك تلوم تلوم حتى تصل لدرجة سيئة جدا طيب دعونا نفكر بالمنهج النبوي طيب أنا حدث معي هذا الأمر اعتقدت على الفور أن الله قدره لي لخير هو يعلمه أولا أنا طبعا سأفكر يعني لو من نفس لن يفيد شيئا أنا هنا سأفكر بطريقة مختلفة كيف يمكن أن أتجنب مثل هذا الحادث في المستقبل أنا اقتنعت أن الله قدر علي هذا الأمر قدر علي هذا المرض انتهينا إذن تخلصت من لوم النفس الذي لا يفيدني شيئا أصلا يعني علميا أنا إذا جلست ولومت نفسي كل يوم مئة مرة ما الذي سأستفيده لا شيء بالعكس سيضعف نظام المناعة الذي يلوم نفسه كثيرا يتمتع بنظام مناعي ضعيف هذا علميا يعني الذي يحمل أفكار سلبية يتمتع بنظام مناعي ضعيف المتشائم أيها الأحبة أيضا نظامه المناعي ضعيف هذه الدراسات تحدثنا عنها لجامعات عالمية مثل جامعة هارفرد طيب أنا عندما اعتقدت أن الله قدر علي هذا الأمر وأنه أصابني ولم يكن ليخطئني إذن أنا تجاوزت كل هذه الأشياء وانتقلت للتفكير بالمستقبل انتقلت للعمل لشيء فعال بدلا من أن أجلس وأبقى في حالة لوم ولو حدث كذا لما حدث كذا ولولا كذا لما حدث كذا وهذه اللو التي قال عنها النبي فإن لو تفتح عمل الشيطان يبدأ الشيطان هنا يستحوذ إذن أيهما تختار هل تختار أن تقضي على هذا اللوم والقلق والاكتئاب والحزن والتفكير الدائم بالماضي أم تختار أنك تنسى الماضي وتبدأ من جديد خذ مثلا رجال أعمال كبر الذين جمعوا المليارات كلهم بلا استثناء ماذا يقولون يقول لك أنا تعرضت لعشرات الخسارات ولكن لم أكن أنظر للوراء دائما أنظر للأمام لحظت أخي الحقيقة هم يطبقون حديث النبي من دون أن يشعروا حديث النبي يقول لك أنظر إلى الأمام لا تنظر للخلف قل قدر الله وما شاء فعل وانطلق إلى عمل جديد يعطيك تفاؤل إذن الحديث النبوي يتفق مع العلم الحديث ويتفق مع ما يريده أي إنسان هو يحقق مصلحتي أنا من مصلحتي أنه إذا حدث شر أن أنسى هذا الشر بسهولة كيف سأنسى هذا الشر وأنت تقول لي أنت المسؤول وتقرعني وأنت 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 وأنا ألوم نفسي إذن هنا اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه القضية جزء من الإيمان يعني في الإسلام الإسلام لماذا هو دين عظيم أيها الأحبة لأنه يعطيك حلول وهذه الحلول تأخذ عليها أجرا وهي جزء من إيمانك والإسلام يريدك دائماً أن لا تلتفت للماضي دائماً سهم الإسلام متجه للمستقبل يريدك أن تعمل للمستقبل أن تطور أن تبدع يعني بدلاً من أن تجلس وتلوم نفسك وتقول لماذا حدث معي كذا وماذا فعلت حتى يحدث معي كذا وكذا وكذا لا قدر الله وما شاء فعل هذا الأمر أصابني لم يكن ليخطئني أنا آمنت بقدر الله مباشرة إن كان أمراً سيئاً أستغفر الله أتوب إلى الله إن كان أمر سيئ يعني أحاول أم أصلح إذا كان هناك فساد معين الله أمرني بالإصلاح أبدأ بالعمل وأنسى الماضي تمام أيها الأحبة إذن هذا الحديث أخي الحبيب هو جزء من إيمانك أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني فلان يقول والله أنا لو ذهبت إلى المكان المعين لأصابني كذا ولكن لأنني لم أذهب لم يصبني لا أنت أصلاً الله كتب لك أن لا تذهب إذن أخي الحبيب هذا الحديث مهم احفظه واقتنع به وكل ما يحدث معك خلال اليوم كل ما يحدث معك يجب أن تعتقد أنه مقدر ومكتوب وأن الله يريد لك الخير وإذا اعتقدت جازماً أن الله بالفعل هو الذي قدر هذا الشيء ستجد أنك تسعى دائماً لمرضات لا تسعى لتكون مع الله تسعى لتجنب الخطأ وهذا ما يعني هذه تجربة الشخصية طبعاً يعني أنا عندما أعتقد أن الله كتب علي الجنة أو النار أنا أكره النار بما أنني اعتقدت مئة بالمئة أن الله كتب كل شيء أنا كفطرة أو كغريزة أنا أهرب من عذاب الله بشكل فطري أحاول أن أهرب فلذلك أبحث عن الأشياء التي توصلني إلى الله عز وجل عن الأشياء التي يرضى الله بها عني عن أشياء تجنبني النار أتقي بها النار لذلك أخي الحبيب هذا الحديث مريح جداً طبقه الآن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعاً بكلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وآخر دعواناً أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق